أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل بيئي الوحدة الخامسة معالجة المياه Quota Treatment ونواصل شرح عمليات معالجة مياه الصرف الصحي وكما شرحنا في المقطع الذي يسبق هذا المقطع عن عملية تفاصيل العملية التمهيدية والعملية الأولية وفي هذا المقطع نتناول شرح لعملية الأولية الثانوية والعملية المتقدمة وسمة بالمرحلة الثالثة وهنا هذه المرحلة الثانوية والمعالجة الثانوية Secondary Treatment Secondary Treatment والSecondary Treatment تتم معالجة المياه تتم معالجة المياه في هذه المرحلة بيولوجيا أو معالجة البيولوجية حيويا أي باستخدام بكتيريا هوائية قادرة على تحليل المواد الصلبة والعضوية في هذه المرحلة تتم إزالة 90% من المواد العضوية لقابل التحلق أزالة 85% من المواد العالغة إذن هنا حوالي 90% نتخلص من المواد العضوية قابل التحلق أزالة 85% من المواد العالغة يمكن استخدام المياه الناتجة من هذه المرحلة في ريء أشجار الموالح إذن نقول نعم ممكن أن نستخدم المواد الناتجة من هذه المرحلة في ريء أشجار الموالح والنخيل نرى بشكل واضح جدا هذه الأحواض التي تستخدم بالنسبة للتهوية أو المعالجة البيولوجية خط سير العملية عندما انتهينا هناك من المرحلة التمهيدية وقلنا مرحلة الغربلة ثم أتينا للمرحلة الأولية وهنا نتناول المرحلة الثانوية هنا المرحلة الثانوية أو Secondary Treatment وهنا يكون عندنا مأسهورة تحمل مياه الصرف الصحي من المرحلة الابتدائية وهنا أمبوب لدفع أقصد الهواء الجوي في مياه الصرف الصحي لتشريط البكتيريا ومعتبر هنا هواء أحواض لتحليل المواد العضوية أو تكون هنا بكتيريا ناشطة لتحليل المواد العضوية القابلة لتحليل موجودة المياه وحوض الترسيم الثانوي هنا يتجمع الوحل الناتج من المرحلة الثانوية هنا يكون تجمع الوحل هنا وهنا تكون مياه نظيفة من المواد العضوية القابلة للتحليل وذلك بفعل البكتيريا وذلك بفعل البكتيريا المعالجة المتقدمة أو Advanced or Tertiary Treatment أو ما يسمى المعالجة الثلاثية تتم معالجة المياه في هذه المرحلة كيميائية لتخلص من التلوث المتبقي بنسبة 100% إذن كيميائيا المعالجة هنا في المرحلة الثالثة تكون كيميائيا تتضمن هذه المعالجات التخثر الكيميائي والترسيب والترشيح وإضميصاص الكربون النشط للتخلص من الروائح الكريهة الموجودة في مياه الصرف الصحي يضاف بعد ذلك الكلور لغاية كل مسببات الأمراض إذن هنا تعقيم إذن نعرف المرحلة هذه مرحلة التعقيم هذه إضافة الكلور لغاية البكتيريا يمكن استخدام هذه المياه في أغراض الري بدون تحفظ إذن نعم نعم لاستخدام هذه المياه النتيجة من هذه المرحلة في أغراض الري والزراع وبعض الأماكن الترفيهية كذلك في استخدام هذه المياه في المشروعات الترفيهية والمزارع السماكية وغيرها هنا نرى بالشكل واضح نرى بالشكل واضح إذا كانت هناك جزئات رائحة وإذا كان هناك مواد عالقة صغيرة ومواد عالقة كبيرة وميكروبات يعني عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة بشكل عشوائي كيف نتخلص منها؟ إذن يتم التخلص من المواد العالقة الكبيرة المواد العالقة الكبيرة بإضافة مواد كيميائية بإضافة مواد كيميائية إذن هنا نرى أنه اختفت المواد العالقة الكبيرة بواسطة الترسيب ونمرأ اثنين يمر مع الصرف الصحي على مرشح رملي تخلص منه مواد العالقة يعني في هذه المرحلة تخلصنا من هذه المواد العالقة الكبيرة ونمرأ اثنين اللي اختفى عندنا من المواد العالقة الصغيرة المواد العالقة والصغيرة وذلك بواسطة الرمل نمرأ ثلاثة يمشي في هذا الاتجاه يمر الماء على خزان يحوي فحم نشط للتخلص من جزئات رائحة أي الروائح الكريهة وفي هذه الحالة في هذه المرحلة نتخلص من جزئات الروائح ونستمر في هذا الاتجاه يضاف الكلور لتعقيم مياه الصرف الصحي للتخلص من الميكروبات للتخلص من الميكروبات وهنا الماء النظيف الخالي من الروائح والميكروبات والذي يمكن أن نستخدمه في الزراعة نستخدم الماء الناتج هنا في الزراعة وبهذا نصل لنهاية هذا الشرح لهذا المقطع ترجمة نانسي قنقر